من النهار بدنا القيصص في هذه القناة رأينا الكثير من العمليات للسطو التي تنفذهم ناس جنة صغار التي تسرقوها كامل ولكن في الأخير تشدوها القيصص اليوم العكس لهذا الشيء كامل السطو ننفذينه عصابة أجداد التي كلهم مراد وكائن التي فيهم وصل تلسة وسبعين عام ولو أعرف هذا الشيء كامل هو أن هذه العمليات ستصدقها قليلا هذه القيصص بحال مجموعة المجرمين المتقاعدين الذين يريدون للمرة أخرى يجمعون لكي يديرون آخر ضربة في حياتهم يريدون أن يكون هناك سايف ديبوزيت في لندن واحد الزنقاء في لندن جامعين جميع المحلات الواريين المجوهرات وفيها تم قاعدوا كل المحلات يجعلون هذا الشيء الغالي عندهم في واحد ديبوزيت في واحد الكوفر الذي عليه حراسة مشددة القيصة تبدأ بشكل شيء واحد السيد لا يعرفه وكل شيء تعرفه باسمية وحدة اللي هي بازيل سيجمع جروب المتقاعدين من الإجرام باش يجعلوا أكبر ضربة ديالهم واللي ستربحهم الملاير إذا صدقات اللي وعرف هذا الشيء هو هدوك اللي يجمع بازيل أعطاه لبعضياتهم سميات بحل ذلك الشيء اللي كان في السيري والأفلام كل واحد عنده اسمية دياله باش نهار العملية طابعة الحال يسمعهم شيء حتى واحد ما يعرفهم أصغر واحد فالجروب عنده 48 عام وأكبر واحد هو براين وعنده 76 عام من بعد ما يجمعهم تلت سنين هما كيوجدوا لهذا العملية ماشي غير كيفاش يدخلوا وكيفاش يسرقوا ولكن قبل ما يسرقوا لقاوا ديجات الشاري لذلك الشيء اللي هيسرقوا لأنه عكس ما الناس يحساب ليهم الصعيب ماشي هو تسرق الصعيب هو تبيح ذلك الشيء بالتمن دياله ولا ماشي قل منه بزاف بازيل اللي ما كانت تحد تعرفه هو اللي كان مخططت قريباً قاع العملية وهو اللي كان نختار نهار دياله وقتاش غادي يكون الاختيار دياله جاء على واحد العطلة باش اجيهم أربع أيام تابعة اجيهم خميس اجيهم اجيهم سبتوا الحد وقت كافي باش يسرقوا كيم ما ابغى بازيل كان عنده معلومات على كل شيء في هذا الدبو بحله فيتخدامتما ولكن ما كانش عليه شيء آثار ونهار جوج أفريل 2015 عصابة وصلات الهاتن غاردن مع 8 وتولوت ديال الليل جاءوا كاملين في واحد لفان بيض وستاسيون او ما بعيش بزاف ومن ذاك لفان هبطوا الجوج اللولين هما داني وكارل اللي لابسين واحد حوائج ديال عمال جيليات صوفر في اليوريسون شافوا العمارة اللي غديديروا فيها العملية وكملوا طريقهم عادي مع تسعود وتولوت وواحد السيد هزوا واحد الميكاك حلا كبيرة مدرق عليه وجهه غديدوز قدام الكاميرا هذا هو صاحبنا اللي منظم كل شي باسي غديدخل من الباب الرئيسي ديال هذا السيف ديبوزيت ومن بعد ما هديدخل من الداخل غديمشي الباب اللوراني وغديدتسنا تماما تيدقوا هذو الجوج اللولين باش يحليهم غديدقوا ويدخلهم تماما هذو الفان البيض هايهبط جوج تانيين وهذا الجوج تانيين هايهبطوا معاهم جوج ديالي بوبا الكبار بروايد تكون خوضر ووسط منهم ماتيريال باش يديروا هاد العملية كاملة من بعد ما هاي نزلو كولين اللي كان صايق بهم تاهوه معاهم في العملية غديبعد شي شوية وغدي يولي هو اللوكاوت وغدي حاضي واش هيجي شي واحد باش يدجي شي واحد غديعلمهم ماشي بالتليفون بالطالكي ووالكي قلت ليكم هذو الناس عندهم ديك الساعة بازيلي حل هذو الجوج الاخرين بالماتيريال ديالهم غديدخلهم من الباب اللوراني وعو تاني غديد يسد الباب باش غديكونوا دافعين داك الماتيريال هتحس بيهم بانهم برايمون داك شي جايهم تقيل بزاف ناس كبار فيهم اللي فيه فيهم اللي فيه اعظامر فيهم اللي فيه اللي فيه اللي فيه هاد الگروب هادا كلهم فيهم امراض يعني ناس عيانين بزاف تخيلوا معي هاد الگروب هادا باغي انفدسطوا عصاف شي شكل ديال بالصح من بعدم كونيش غديدخل الجوج غنيتطلعو لطبقه ثاني غديطلعو لاصنسور عندهم و غديدخلو لاصنسور зачем بقال فوق هاد اسش surprisingly باش الشيümه اللي تحت غديد خلو لهادا الباب اللاصنسور و غديد ينقذو لتحت غديد داكتاصي دوääk diplomacy دواال التحت بني غديده غديد messenger x2 غديدخلو هادة ريدو ديال الحديد تعوى هاي فورسه و هايحلوه و غيدوزو مع الأرض inconsistent fountain control يخلقا واحد الباب ويخرجوا من بلاسة قمت باعات السنسير هنا يضعون إلى الأولا بعد أن يخرجوا منه من جهة قمت باعات دروج هذه الباب الذي يوجد دروج مدرية تحتiber والكاميرات هذه التشايدة ستجعلها أنت باحتها ليس لهم لهم أيضا أنهم لا تعرفت أي شيئ سيكون معهم ويقفون باعات الأجل السرغيونت الثامن canned الكاميرات يتحل بسهولة عندما يقطعون الهدف سيقول يكون يسعادي وسيحلوه تهوه وسيفرعوا الباب عندما يفرعوا الباب ما كانوا يتحلوه من جهة أخرى الجوش اللي كانوا يتحلوه سيكونوا يتحلوهما والماتيريال ديالهم لأنه كبير بزاف وهذا الماتيريال ما كانش ممكن يحبطوه يلوحوه من فوق من بلاس الأسانسور يعني كان خصومش يحلوهم من داخل وهذا الشي اللي يداروه ودخلوه بالماتيريال مرتاحين وكلهم واقفين في هاد الصاص في هاد البلاسة وبينهم وبين لاصة اللي تدير الكوفر واحد الكولوار وهذا الكولوار مصدود بواحد الباب شبيك في قطبان ديال الحديد غاديشبدوا واحد المولوز غاديشي قطعوه هادوك القطبان وهو يدوزو كاملين من تمه بلا حتى شي مشكيل وهو ما يدارو هاد الشي تراتوا واحد الحاجة اللي ما كانوش عوالين عليها واللي هي لكي تدير الكاميرات وقع مشكلة وما تدير الكاميرات وما تدير الكاميرات واحد المساج وصلت لشركة السيكوريتي لانه كان شي مشكل شي حتمه وشي حاجة واقعة لشركة السيكوريتي سيطعت واحد من هادوك الحراس لكي تأكدوا وشي حاجة ولا غير يفوص وفي نفس الوقت من الترى هاد الشي في البروصيدور خاصة البوليس يتعلموا لان مشاهدك السيكوريتي يشوف شنو واقع على ما وصلوا البوليس مشاهدك السيكوريتي وأول حاجة مشاهدك السيكوريتي مشاهدك الزنقاء الرئيسية مشاهدك الآدريس اللي وصلاته وقلب الباب لقاء ما فيه مشكلة حاول يدفعه ومالقعته شي حاجة غريبة غير رمكينه شي حاجة وعرفوا اسأل اخت تتوقع شي مرات وفي البروصيدور غلطه ومعيطوش للبوليس والعملية سيتكمل صحابنا دابا قدام هادوك الحيط اللي فاصل بينهم وبين الأصال اللي فيها الملاير باش عارفوش حال فيها تقريبا واحد المائتين وخمسين مليار ذاك شي ما تدخلش للعقل هادو الحيط من شحال اللي وماتي وجدوليه لانه بيطان ارمي خمسين سنتيمتر ديال السمك ومتا هما جابوا لي واحد دريلر كبير باشي تقبوه لهاد شيء لانه صعيب ولم يمكنش تقبوه إذا ما كانش عندك ماتيريال وهذا الماتيريال بطبيعة الحال ما كانوش تعرفو يخدموه لانه بشكل ماشي تتخدم بهديمه ماشي بيرسوز عادية ولا شي حاجة وفين كي يمشي اي واحد باش يتعلم شي حاجة ما تعرفش لها يوتيوب شو اليوتيوب وتعلمو وتستاوذك الشيء ولو مزيانين فيه وهكا تعلمو يخدموه بدوك يتقبوه في ذاك الحيط وبداتهم واحد الفرحة بشي يشكل بحل رجعوا بالوقت اللور باش كانوا جون القضية عندهم ماشي غير قضية يسرقوا هاداك الشيء ويديروا الفلوس ولكن هذي قضية اكبر السطو غاديكون في النجليز اذا نجح واللي غاديخليهم اسطورة عند الناس اللي هيجيوا من بعدهم بالخصوص حيث هما كبار في السن وغاديخليوا اسمية من موراهم غاديتقولوا يدوغيش فارا كيفاش غادي يوليوا اسطورة وغاديخليوا اسمية ولكن هاد النوع ديال الناس نحاول نشرح لكم اسباب ديال علاش تديروا هاد الشيء لان مرات ما تكونوش فقط اسباب مادية المهمة الشيء كامل كان مخلط بوحد الخلعة لانهم كبار بزاف السن والمشكلة اذا يدامشوا وتحصلوا وتشدوا في الغالب ما عمرهم غادي خرجوا من الحبس وغادي يموتوا تماما من بعد مسال الحفير في الحيط كان خصوم يدروح ثلاثة ديالتقبات من الشيء واحد يقديدوز ما خرجوش في القاعة نخرجو في الدار ديالتقبات 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 معدهم ما يديرون له لانه مفكسي مع الارض ومفكسي مع السقف صعيب زاف ندفعوه خاصة يلقاوا شي حل هنا غادي يفكروا مزيان يقولوا ما زالينا ثلاثة ايام خرج عندنا الوقت فاش نلقاوا الحل احسن حاجة هي نخرجو في حالنا نمشيو ونفكروا في شي حل بالشوية وبطبيعة الحال قبل ما تسلي العطلة كانت صدمة قوية لدرجة واحد منهم برايان قال لي هم أنا همقى في الدار حدي هنا ما قدرش يصبر على هاداك سترس وقرر ما يكمل معهم العملية الخريم طبيعة الحال ما غاديش يستسلموا غادي يكملوا من بعد ما غادي يخرجوا غادي يلقاوا واحد الحل الحل هو واحد البومب إيدروليك اللي عندها في القوة ديالها 10 طون اللي تقدر تحرك اي حاجة وهوما اي حاجة سيأخذها لكي يأخذها هذه المليارات التي كانت في القوة ديالها نهار السبت ركبوا في مرسيديس بيضاء ومشاور مغازين بريكولاج كبير لكي يشارعون منها هذه البومب إيدروليك سيشارعونها وفي الليل سيضربون بعض الضوائرات لكي يشاهدون ماذا حدث سيكونوا في نفس الطنوبيل في مرسيديس بيضاء واحد منهم سيتأكدوا كل شيء هو هذا لا ينتجس ضاع تحت معاقبهم ممكن يكملوا العملية عادة سيدخلوا على ثاني باصيل يحلهم الباب من الداخل مرة أخرى سيجيبوا ذلك البومب إيدروليك سيركبوا أمور هذو كوفر هيدفعوا المرة الأولى ثانية ثالثة سيدفعوا هذو كوفر كاملين ويطيحوا ويتحل طريق قدامهم باشي يوصلوا للكوفر تم يدخل باصيل اللي كان صغير شوية في السن عليهم في الربعينات ويدخل معاها وحدة أخر اللي كبر منه ولكن اللي يرقيق حتى هو يدخل من هذك الباساج وتما سيبدأوا يحلوا في الكوفر الأول ثاني ثالث فيهم مجوهارات الديامون الدهب كل شيء ممكن تخيله ولكن منها يوصلوا للكوفر رقم 37 سيحبسوا ويهزوا ذلك الشيء كامل ويخرجوه في هذوك البوبير يركبوا في ذلك الفان البيض ويمشيوا بحالهم هذيك الأصال كان فيها 999 كوفر حلوهما غير 37 خذوا ذلك الشيء ومشاوا بحالهم وخمزة اللي هم ويكاند كامل علاش تا واحد ما عارف حتى اللابة من بعد ما مشاوا تلين الصباح جاءوا الناس اللي خدامين تما غادي يتصدموا غادي يلقاوا ذلك الشي مرون تراب ذلك الشي محلول أول حاجة يديروا ما هيقصوا تشي حاجة باش ما يخسروش الآثار يدبقوش الآثار ديال هذو كل يسرقوا اللي ما عارفين همش وغادي يعيطوا البوليس البوليس غادي يجيو غادي في الليو دي كلاسينة يشوفوا كل شيء ولكن ما هيقاوا حتى دليل لبصامات لقاضين شعره ديالهم ما طايحهش داروا خدمة نقية ديال بالصح حتى من الشهود ما كاينينش الكاميراات كايندك شي قليل قبل ما يزاكتفيوا الكاميرا من بعد ما كاين حتى شيء اثار خدمة نقية بزاف ما خلوا مراهم ولو كيفاش هذا الناس في هذا السن هذا أو عيانين وكل شيء قدو يدروه هذا الشيء كامل ورشي حاجة كبيرة بزاف داب القضية هي هاد الناس اللي تندويب عليهم هاد البراكير كانوا تبراكي وقبل ونجحوا لهم عمليات في حالة في الثمانينات كالي في التسعينات وكالي منهم تشد وتطلق ودار هذا الشيء يعني كانوا مجرمين في واحد العصر ما كانت في التكنولوجيا بحال دابق وما كانت أخيرا يحزون الهم الشيء يقفون غير أخرين الذي يجب أن تغذيهم وانهم يدرر شيئا وهذه الطريقة تجعلهم مطاعة ماشي كلهم واحد من المحققين سيبدأ قدام على هذه الكاميرات تجعل ذلك الزناقي ويتبالي المرتديس البيضاء تضربة كثيرا سيبدأ القضية في شكل ويشوف النمراء من بعد أن يشوف المركز والوار في لندن وهنا عندهم من البلاكة من البلاكة تحركات الطنوبيل كاملة في المدينة لأن لندن كلها عمر كاميرات وهذه هي التغرى وهذا هو رأس الخيط لها يعطي الأمن المحقيقين ويجعلهم يقربوا بشوية بشوية لهذا اللي يداروا هذه العملية من ثم سيجدوا اسمية مولتو موبيل واللي سيجدوا عليه واحد الحراسة مشددة في نفس الوقت من يشوفوا له الطراج اللي كانت يدير سيجدوا اطلاقة مع واحد من هذوك اللي عاونوه في هذه العملية ويجعلهم يديروا على سيبرماء الشيء واللي في هذه المتصفات المتصفات ويجعلهم تبعين وصلات القدام دار واحد منهم وحدة آخر ديال جون ويشوفوه هو ركب في ذلك الطنوبيل ويجعلهم يزيدوا على الوصفات لكي يجعلهم تبعينه هذا جون الذي يشوفوه في طنوبيل أخرى مع داني وواحد كان منهم ويجعلهم تبعينه ويجعلهم المكالمات كاملة في تليفونات ويجعلهم لملاحوش اللي خلوا عندهم ويجعلهم تكنولوجيا دابر ويجعلهم مجرمين دابر لا يستعملوا تليفون ويجعلهم مكالمات مع تيري تيري بيركينس منين يتبعوه؟ يوصلهم لهذاك اللي أبوندونا برايان هذاك الرجل اللي صاف عنده 70 عام قال له هاته سترس مجهد عليه بزاف هانه مرض ويجعلهم يتبعوهم ويجعلهم كاملين سيطلقوا في واحد البوب لكي يعاودوا لهذاك اللي أبوندونا برايان كيفه جدازة العملية والبوليس دار واحد خدمة خطيرة كانت عندهم كاميرا تصوروا هاته القلصة وتيبانوا من الحركات واحد منهم بأنه تشرح كيفاش تقبوذك الحيط وكيفاش داروا ذلك شي كامل هاده أديلة ضدهم البوليس بغاوا يجمعوا الماكسيموم قبل ما يشدوهم بجلاقوا هاده كاملين واحد اللي ما باينش له الاتار هو باسي اللي كنا هضرنا عليه فينا هو ما تهضر مع احد ما تتلاقى مع احد ما عندهم تصويرا ديالوجهه ما عارفينوا ما كونهو فانطوم وصافي ما باينش جن المنصب فوق هذا الشي كامل قلبوا لهم باسيات ديالهم لقاوا في شي باسيات بأنهم تقلبوا على ذلك الماطرية لباشي تقبوه لقاوا عندهم كتوبة ديالاجة الاجرام تلتشارجاوهم وليش راوهم مهم كل شي تيدي لهم ما يقدرونش ينكره والهدف البوليس ديما باش يدرونش يونكيت هادك المتاهم يكونوا مكتفينو ما عندوش كيفاش يدير ينكر واخر ما يقول حتى كلمة غادي تشد ودخل الحبس باش ما نطوش عليكم بقوة التفاصيل واحد من صحابهم كان خبال اغلبية ديال دكشي اللي تسرق واحد اخر من صحابهم ما دوبجوش ما شاركوش قاع في العملية خلالهم واحد الوركشوب واحد الاطيولية ديالو باش يفرقوا دكشي لانه ما زال ما فرقوه خلاوه واحد شهير علمات كالمات القادية هاده غادي تكون هي الفورثة ديال البوليس باش يشتهم كاملين في مرة واحدة زائد يلقاوا دكشي اللي تسرق البوليس بقوا متبعين هم بواحد كاميرا كينة تمة هذا الوركشوب توقفوه كاملين وحتى تأكدوا البوليس بان هم جايبين دكشي اللي مسروق هاده شي باش مزيين الكاميرات البوليس هنم كانش خصوهم يدي بلاسة وشخصيا بزاف لعمل الكاميرات في المدينة كانوا متبعين تحركات كاملين من بلاستهم المهم غير بغاو يبدو يقسموه دكشي وجمعوه كاملين من غير باسي اللي دا بغيتوا عاقلي اللي منضم هاد الشي كامل وقفوا اليهم البوليس وقفوا اليهم المينوت هزو اليهم دكشي اللي سرقوا ودوهم صحابنا القونج ديال كيبار سين تشدو كاملين إلا باسي اللي فلوسو ما خلاهمش عند هادهك خونة ما طلقاش معاهم فتشي بلاسة ما دوز معاهم حتش اابيل ما خلاح حتش اتار والبوليس ما ملقاوش حتى راس الخيط لأن حتى هاده كل يشدو كلهم تقولوا بأنهم ما عارفين شسمي شو ما عارفين شكون ما عندهم تشي حاجة ديالو هو اللي كانت يتواصل معاهم واشي هما اللي كانت يتواصلوا معاهم منين شدوهم ملقاو عندهم التولوش ديال ذاك شي اللي تسرق وعلى حسب لزيستيماسيون هادهك باسي تقريبا القيمة ديال ذاك شي اللي تسرق هي 14 المليون دولار حماق فلوس بزاك رو ما يمكنش وما تلقى عليه حتى شي اتار بطبيع الحال كما قلت لكم هو كان عنده طريقة دياله وشي بيع ذاك شي من بعد كان نلقاها قبل ما يبدو هاده العملية هاده وفالاخير شنطرق صحابنا كاملين اللي تشدو زائد هادهك اللي كانت خباليهم ذاك شي زائد هادهك اللي اعطاهم الوركشوب كل واحد بمدة الربعة اللي داروا العملية ومعاهم هادهك اللي كانت ساحب براين ريدر عطاوه ستسنين ديال الحبس تيري بيركينز سبعة وستين عام عطاوه ستسنين ديال الحبس ومات في الحبس كاني الشيفور خمسة وسبعين عام عطاوه حتى هو ستسنين ديال الحبس ودانيل جونس حتى هو عطاوه ستسنين ديال الحبس فوقت الحبس اللي اعطاوهم قالوا ليهم اذا ما بغيتوش تردو داك شي الاخر غدي نزيدوكم على هاد شي سبع سنين ديال الحبس طبعا الحال كانوا يرد كل شي وشي وحدين بغاو يمتلو بيئنا وما يردو كل شي اعطاوه واحد لبارتي وما بغاوش اعطاوه واحد لبارتي اخرى ولكن البوليس كانوا عارفين كل شي بالديطائل لانهم كانوا داروا ميكروات حتى في طنوبيلات ديالهم وشي بدو ذاك شي اللي مصروق الكمالة دياله وهكا تشدوا هاد المداد اللي تعطاوه لهم مداد زيانة بزاف لانهم بقاوه في القادي وبقاوه في الناس وذلك القادية كبرات بزاف لدارجات داروا على واحد الفيلم يقد عجبكم مهم زوين بزاف انا عجبني سوف نخلي لكم لا في جديال والعنوان هنا يبغي دخل تفرج فيه تفرج زوين بزاف صراحة انصحكم به هذا مكان الفيلم ما فيش دك شي مية في المية حقيقي راكم عارفين تزيدوا فيه شوية اللي قاموا ذك شي ولكن تهوى بنين ممكن تفرجوا فيه هاد شي اللي كاين اذا كنتم مازال مشتوش واحد الفيديو اللي درتها من اول فيديوات ديال القيصص بداية ديل 2019 سيتلقاوه هنا ديل واحد البراكاج خطير بزاف بلجيكا ديل الدياموند زوين بزاف و اللي مازال بغي يرجع للقصص القدام اللي درناهم تقليكي هنا يا حاجة اخرى الاغليبية اللي عندي فضلها هم اللي مشين مابونين ديما تندخل تلقا 60% اللي تتفرجوا في الفيديوات ما مابونينش عندنا مليون ابوني ومازال 60% متتابوناش ما تنسوش تقليكوه هنا يا تابونو هادا مكان شوكرا بزاف وشوفكم فيديو جديد